السلام عليكم سنبدأ محاضرة الشابتر السادس النورمال بيري بيريام المرحلة ما بعد الولادة حكينا على الحمل وحكينا على الولادة اليوم نحكي على المرحلة المرحلة ما بعد الولادة بالطبيعة تباحها والمشاكل اللي بيصير معها البيري بيريام أو بست ناتل كير نسميها أي شيء ممكن نطلق عليها سواء بيري بيريام أو بست ناتل هي عبارة عن الفترة البريد التي تبدأ beginning after delivery and ending when the woman's body has retained closely as possible to a pregnant state يعني هي المرحلة اللي بتبدأ مباشرة بعد الولادة إلى مرحلة أنه رجوع أعضاء الجسم إلى مرحلة ما قبل الولادة يعني مرحلة استثباب الست أنه يرجع وضحها لطبيعي جهز الجسم على طبيعي كل التغييرات اللي صارت عليها أثناء الحمل اللي هي ترجع إلى الطبيعي وهذه المرحلة تقدر بحوالي 6 أسابيع characteristic of this period أو بيري بيريام الجنراتيب أورغان يعني كل الأعضاء الموجودة بجسمها وكل تغييرات اللي صارت عندها في الأنتي نيتل كير أو في أثناء الحمل بترجع إلى ما مرحلة إلى ما قبل الحمل approximately يعني مش مية في المية لكن إلى يعني أكثر تقارب يعني location location is initiated كمان في هاي المرحلة بتبدأ الست ترضى وهذه في هاي المرحلة بتبدأ الست to recover from physical and emotional stress تشفى أو تطيب مرحلة الشفاء مرحلة لنا ترجع إلى normal تبحى مرحلة إن جسمها يستتب مرحلة إنها ترجع تعمل علاقة مع طفلها إنها ترضعه مرحلة إنها تبدأ تهتيني بطفلها وتهتيني بنفسها ترجع إلى حياتها الطبيعية التغييرات اللي بتصير خلال فترة اللي هو البري بيري يام بتصير تغييرات على كل العضاء الجسم أهمها التغييرات اللي بتصير على الرحم واللي بنسميها the involution of uterus involution اللي هي مرحلة ترجوع الرحم إلى وضعه الطبيعي اللي هو the changes اللي بتصير على الرحم بنسميها involution the uterus retain the pre-gravity status حخاص بصير مباشرة بعد الولادة إذا بتذكروا علامات اللي هو انفصال البلسينتا قلنا إنه بصير الرحة الفندس بصير في الميدلين هو بيضل في الميدلين بس بصير على إيش على الامبالاكا الفندس اللي هو اللي هو اللي هو الرحم من البطن بقى لقيه على اللي هو الامبالاكا اللي هو مباشرة بعد الولادة بيبدأ ينزل واحد سنتي كل يوم على عاشر يوم بيبطل نحسه بعد عاشر يوم من الولادة بنبطل نحس اللي هو الفندس الأورغان لما يصير فيه اللي هو يكبر بيضا يطلع من البلبس بيبطل نقدر عملينه بالباشن على التين تين إذن هو اليوترس بصير له بينزل بيرجع لوضعه الطبيعي بيهبط يعني واحد ونص لاثنين ونص سنتي كل يوم تقريبا يعني فنجر مرات أو واحد سنتي حسب يعني هذا وذي النورمال المت على الأسبوع بنحسه على سنفيس بيوبز هاد أس بي سنفيس بيوبز على عاشر تيام بالبطل حسينه هاي شكل اللي هو الرحم وكيف بنقدر نحس انه الرحم هانا سنفيس بيوبز وهانا اللي هو على الأمبلايكل كلمة يعني انه الرحم بيرزلش بيضله مكانه بأرست يعني بيثبت مكانه مبينزلش وهدي علامة من علامات الخطر يعني مش علامة سليمة الصح انه ينزل الرحم يرجع للنورمال تبعه اما هانا الرسد بيضله ماكن ماسل في مكانه عدم نزوله معناته انه في عندي مشكلة المشاكل اللي بتكون في عدم نزول الرحم او انه يرجع الى ما قابل الحمل اللي هو ريتنشن في بلاسنتا وقلنا فاكرين اذا قلت لما قلنا انه لازم نبحث لبلاسنتا كامل بعد الولادة عشان ما يكونش في جزاء منها ضلت ملزقة بالرحم او التهابات في الحوض بالفك انفكشن او في الرحم او في الاماكن او ممكن بعد الانسيزة اذا كانت ماخد سيزاري سيكشن الست عامل سيزاري سيكشن وانسيزة او ماخد لوكل الانسيزة ممكن هذا يطول شوية في يعمل سب انفليوشن يكون اطول شوية من النورمل او كمان اذا الست عانت من طولت ولادتها او اذا هي كانت ملتبارة يعني متكررة الحامل اكتر من خمس مرات متكررة الولادة اللووشة او اللوخية حسب ما بتحبوا تسموها دي الشارج اللي هي العبارة عن الافرازات اللي بتنزل من المهبل ما بعد الولادة يعني دم النفاس هي عبارة عن دي الشارج من يوتراس دورينج بريبيريام خلال مرحلة اللي هو ما بعد الولادة الامات تختلف من من ست الى ست تختلف كمان بأثر على الامونت الجماعة الالتهابات بأثر عليها اذا صار في عندها نزيف طبعا بأثر عليها نوع الولادة وكيف وكيفية الولادة هاله ولدت نورمل مش نورمل كان في عندها مشاكل ولدت اكتر من بيبي الست برايمي او متكررة كل هاي الاشياء بتأثر على كمية اللوشة اللي بتنزل بعد الولادة اذا كان الودر is heavy and unpleasant that describe as musty or earthy but not offensive الريحة تبعتها بتكون دقيلة يعني بس لازم تكون مش ريحة فواحة اللي هي ريحة التهاب لا الريحة بتكون شوية مش يعني مقبولة الفوال اوضر ما suggest انه لو كان فواحة الريحة الفوال اوضر يعني ريحة فواحة ممكن يكون في عندنا التهابات في جدار الرحم يعني زيها زي الانفليوش الفيليوترا لها مراحل مراحلها لوشا روبرا وسر روزا وقلبا اللوشا روبرا اللي هي بتكون بتتميز انه الدورة بتكون لونها احمر وهي من يوم الى اربعة ايام بتكون ما بعد الولادة عبارة عن اللي هو البلد من الكوريون ودسيديو والاماكن اللي بتنزل منها البلد لانها فرش بتكون امنوت اكفلود فيها لانجو هير اللي هو لانجو الشعر اللي بكون على البيبي بكون ضايل فيه بواقف الرحم اللي هو الابيض الطبقة البيضة بتكون على جلد الطفل والميكونيوم اللي هو الافرزات تاعت البراز تاعت الطفل هاي كلها عبارة عن اشياء بتكون متعلقات ضايلة يعني اشياء بسيطة بتكون ضايلة موجودة وهي كلها بتطلع اول اشي بعدين المرحلة التانية من اللوشة اللي هي اللوشة سرروزة اللوشة سرروزة بكون لونها بير بير كرر بصير على الموف يعني من خمس لتسعة ايام بتستمر اقل دم مور سيرم بكون يعني بدأ اللون يتغير على صفار عبارة عن اكترها ليكوسايت و اند ارغانيزم بعض الشغلات يعني اللي هو بتضل من البلوت الويت بلوت سيل اما القلبة فهي اخر المرحلة من اللوشة اللي هي مرحلة اللي بتكون من تسعة الى اتناشر يوم ممكن تستمر اطول عند بعض السيدات حسب اللي هو استجابة جسمها و بيكون نورمال بتضل عند سيدات حتى في سيدات بتضل عندهم للاربعين ينزل البلوت وهذا اشي نورمال بيكون حوالي بواقي الدم البني و افرازات و بيكون اقرب للأصفر يعني منه انه يكون دم او يكون لون بني هذا الدشارج و عبارة بيكون contain الى بلوت و شوية white اطول من ايام المعتودة له معناته في عندي مشاكل موجودة ممكن يكون غالبها انه يكون في انفكشن لو استمر الدم الاحمر الى فترة اطول ممكن يكون في عند بليدنج وهنا بدنا نحكي على اللي هو النزيف ما بعد الولاد احنا نحكي عنه بعدين النور مستمر لائسي طبعا في كثير عندي تشينجز بيصير على اليوران وعلى الانتستان وعلى البرست بيصير تشينج لانه بصير في عندي لكتاشن على البلود بيرجع الهارت لانه صار فيش عندي اوبرلود علي والبلود والجسم التندون والليجام اللي قولنا بيصير عليها ريلاكسيش لانه بروح الهرمون فبالتالي بتبدأ تستعيد كل هذي الاشياء بتبدأ تستعيد صحتها من دور وجديد اهم اشي اني اعمل في اختصار اسمه اللي هي ايش اللي هي اللي هي البي لالبرست نفحص لبرست ازا كان في عندي ملك لازم يكون في ملك اول ثلاثة ايام بيكون في عندي اللي هو الحليب اللبا وبعد هيك بيصير في عندي اللي هو الحليب العادي بيبدأ ينزل في بيصير في عندي بريست انجورجمنت اللي هو احتقان البرست وهذا ثالث يوم اللي هو البرست بيكون بيجهز نفسه الى الحليب هذا نورمل بيصير في عندي ست سخانة البرست بيصير في انتفاخ وبيصير في تندرنس صعوبة في انه الست تحط ايده عليه لكن مع طفل وانه يمتصل بيبدأ ينزل الحليب وبيبدأ يخف هاي العلامات هذا نورمل اي اشي خارج هذا الاشي بيكون ابنورمل ممكن يصير عندها ست ابسز ممكن يصير عندها التهابات ممكن يصير في عندها احتقان فهاي الشغلات كلها بتكون ابنورمال لازم نعمل الاسسمنت لهاي الاشياء يتراس نعمل الاسسمنت لليتراس على الوش البلد تكون الوش هاي هاي في الال البلدر بدنا نشوف افاكيواش للبلدر البول هادي المباشرة بصبرتم اسسمنت للست مباشرة بعد الولادة وفي الفترة اللي بيضلها عنا في المستشفى البلدر لازم دايما تكون افاكيويتد ما فيش عندي سينز لانفكشن البول تكون في عندي ست تبول جماعة ست بعد ما الولادة بتعاني من الزيتومي بتعاني اللي هو الشق الاعجان بتعاني من بصير في عندها تورمات نتيجة للولادة والبرشار تاع الولادة والبي في بتكون الست مرات عندها بايلز من الهومورويد او البواصير من الحمل فكل هادي بتعمل لها معنا بتخلي الست تخاف تروح على الحمام احنا لازم نشجع الست تاكل اكل منية تاكل خضار كويز وتشرب مي وتشرب سوائل سخنة علشان تشجح تروح الحمام علشان انه ما يصير عندها امساك لانه خطر انه سير عندها امساك اما بالنسبة للوشة زي ما حكينا النورمال اي اشي خارج هيك بيكون ابنورمال لازم ننتبه له بنشوف الابزيتومي وحكينا الاساسمنت لالابزيتومي اذا بتذكروا اثناء الولادة في شبتر الولادة عن الريدة اللي هو الريدنس والأوديمة والإيكموسيز والدرين والدشارج والأبروغزيميشن تاع الابزيتومي نحكي على الليق الليق بهمني هنا اذا في عندي علامات للديب فيتية جماعة اللي هو ديب فيناس ثرومبوس خاصة الستات اللي بيولدوا سيزيريان بوست سيزيريان الاموشن طبعا كثير مهم من نفسية الست وحنحكي بآخر محاضرة على المشاكل اللي بيصير بالنفسية كيف نعمل مانجمنت لالبريبريام الادمشن للبست نتال وورد بتدخل الولادة أول ساعتين حكينا عنهم بعد هيك بننقل الست على اللي هو قسم ما بعد الولادة في قسم ما بعد الولادة الست بتحتاج اهتمام هي والبيبي إذا كان البيبي نورمل طبعا وفيش فيه مشاكل وما راحش على الحضانة مادر أن بيبي طبعا بترانسفير بعد ساعتين من الولادة هنا المدوايف لازم تستقبلها للست وترتبها وتحطها بمكانها هي وتجيب البيبي جنبها بحيث إنها تكون سهل إنها تشوفوا بتعمل observation للجنرال كنتش للست وضحها العام هل هي مرهقة في عندها بتحس اليوتراس وبتشوف هلو كنتراكتد وليل لازم يكون كنتراكتد وما يكونش فيه عندنا أي relaxation فيه وتشوف اللي هو اللي هو البلد الشرج اللي بخرج اللي هو اللوشا هل هي نورمل الكمية تبعيتها نورمال طبعا لازم تاخد vital signs لست تعمل assessment للبيبي تعمل انشياش للبرست فيدنج تحسن تخلي الست تنام إذا بدت تنام تتريح تحطها في مكان في بيئة ما فيش فيها دوشة إذا في عندها مست مخض analgesia ممكن إنها strong analgesia تحطيها على أساس إنه الست إذا كانت متقلم كتير ممكن نحطيها شغلات تقلل اللي هو without station يعني بدون تردد نحطيها نحس الambulation encouragement يعني نخلي الست تتحرك دائما أسون أسبس بال حتى لو كانت عاملة sezerian section وفضل إنه الست تتحرك كأنه ambulation والحركة زي ما قالوا ستاتنا الكبار إنه الحركة بركة فالحركة بتخلي السيدة إنها ترجع لحياتها الطبيعية بشكل أسرع فبتحسسها بإنها تصير well-being وكمان بتمنع إنه يصير في عندها مشاكل زي اللي هو thrombus problem زي اللي هو difficulty good balance ضيات بننصح الست بدأ تاكل تكونوا في عندها protein diet على أساس إنه تحسل breastfeeding تفلود كثير من السوائل خاصة السوائل اللي بتعمل بتعطيها طاقة الأشياء اللي بتعطي طاقة لازم نعطيها للسيد الفروت سوائل فهي حتش عط بالعطش بتحتاج إنها تشرب ماء كثير وتروح الحمام كثير في نفس الوقت بص نتال كير مباشرة للأم الام طبعا بدنا نهتم بالبرينيام بالمنطقة اللي نجرحت فيها نحط sterile bad لأنه في عندي wound أنا جماعة فعشان هيك بدي عمله أتعامل معه كأنني بتعامل مع جرح عمليات فبالتالي بدي أحط sterile bad ونحط له فيه كمان ممكن نستخدم له analgesia ممكن نستخدم اللي هو bloodine أو مصيرش عندي infection بالإضافة لتنظيف المي المحلول الملحي وتنظيف المنطقة كويس وتنشيف ها منيح على أساس إن السيت تطيب جرحها بسرعة وينزل غرزها بسرعة allow hair to rest كمان و comfort بالposition بنعم بالجنب اللي بريحها يعني طالما إنه ما فيش أي contraindication طب ال vital signs كل أربع ساعات أول يومين وبعدين بتصير مرتين كل يومين إذا ضلت عندي السيت بالمستشفى بعادة الصح والمفروض إنه ضل السيت بالمستشفى الوالدة متكررة يعني أكتر من مرة المالتي من أربع إلى خمس أيام البرايمي البكرية من ست إلى سبع أيام هذا كانت والدة normal delivery أما إن كانت سيزيريا فلازم تكون فترات أطول من سبع إلى عشر أيام لعبل ما ينزلوا اللي عمل منفق ورزها والروحها كمبليت لبيتها وأسرتها وتعرف تتعامل مع طفلها بشكل إمن بريموت ريجولر إكسرسايز طبعا للستات عشان الإكسرسايز بسرع والبيينغ وبسرع اللي هو درين تاع اللوشيا وبيمنع النومونيا خاصة كمان لسيدات اللي بيعملوا اللي عاملين سيزيريا اللي هو والدين قيصر يعني تشيك فور أي abnormal bleeding بنشيك إذا في عندها bleeding وبنشيك دشار جبلان فور زماظر بنبدأ دشار جبلان طبعا دشار جبلان بدأ أبدأ أعلمها كيف تحتم بالبي كيف تحتم بنفسها بالأكل بالنشاط كمان بصنة الكير كي بدأ تعمل بصنة الكير فل أب إلها فل أب للبي اللي بزي تم الكير كي بدأ تهتم فيها كثير شغلات بدنا نعملها في دشارج إبلان للأم أما الكير للبي كمان الببي بده حمام عادة الحمام يفضل أنه يكون بعد ست ساعات علشان ما يفقدش الطفل خاصة بالشتاء ما يفقدش الطفل اللي هو الحرارة تبعته بتغيير النابكنز اللي هو الفوة البامبرز يعني لما تكون ويت أو تكون صار فيها يعني دشار الأم ممكن تعمل تغير على النابكنز في بعض المستشعات بالعالم ممكن يحطوا الأطفال بحضانة يعني حتى لو كان نورمل بحضانة نورمل علشان إيش إنه يريحوا الأم يخلوها تتريح وفي تمرين بيقوم بهاي الشغلات اللي هو بيقيسوا الحرارة مرتين باليوم إذا نساسري بنشيك على الكورد وبننظفه على الشاس ما يصير عنده انفكشن ممكن غير عنده aspiration للطفل واللاترال بيشجع للدرينج إذا كان فيه في باعته أو فرقتين وشغلات صار له aspiration أثناء الولادة ممكن يطلحها أثناء اللي هو بعد الولادة لما نحطه نغيره نقلب الposition من سايد لسايد البيئة تحت الطفل اللي بدينان فيها لازم تكون بيئة دافية من 24 إلى 27 درجة مقوية بنحط condition أو دفاي إذا كان الدنيا تشتها نشيد الشارج بلانت كمان للبيبي بحيث إنه مع الام نشجع الرضاعة الطبيعية كمان نعطيها اللي هو كيف instruction على الرعاية بالبيبي وكيف instruction على التطعيمات منعت الام instruction على الباث كمان إذا كانت برايمة ومش عارفة كيف تعمل كورد كير تنظف الكورد اللي هو breastfeeding و and recognize abnormal signs كيف تفرق بين normal والabnormal signs هذا بالنسبة ل normal بريبي أما abnormalities فبدنا ندور على بعض الشغلات زي البوسبارتم complications البوسبارتم complications في عندي البربرال سيبسز أو البربرال انفكشن اللي هو الالتهابات وهي الالتهابات من أخطر الكمplication واللي بتؤدي إلى حالات وفاة في بعد الولادة عند كثير من السيدات على مستوى العالم هي عبارة عن الالتهابات بنقول إنه تعريفها إنه أي clinical infection من genital canal that occur within ten days after abortion or delivery excluding the first day هي عبارة عن الالتهابات بسير من الولادة هاي الالتهابات ممكن تسير من البي في اللي بنعمله إحنا ممكن الولادة تكون بطريقة مش نظيفة ممكن أو الابورش اللي يكون بطريقة مش نظيفة طريقة سبسز ممكن يكون من اللي هو الربشر من برين تكون السيد مربشرة من برين بدري ومش معطينها انتبيوتك كتير شغلات ممكن يكون أو ست يكون عندها انتهابات مقبل الولادة ويصير بعد الولادة يزيد هاي الانتهابات أو ممكن من بزيتهم أو صار عندها تير أو صار عندها برسستات الولادة كان فيها أخطاء فبالتالي لازم يكون كله نظيف وكله ستير التكنيك الشغل معهم من علاماتها طبعا حرارة عالية بيكون ألم اللوشا بتكون أبنورمال ريحتها فاول أدر وفي وجع في البطن زيادة عن اللازم مزي طبيعي الام ممكن تخش في سبتك شك من وراء الانفكشن وممكن تموت فبالتالي هاي الشغلات لازم احنا نمنحها بانه نفحص أيرلي الكمليكيشن نكتشفها أيرلي ونركز على اللي هو جود مانجمنت و جود بريفنشن أهم إشي البيفنشن الاندومترايتس اللي هو الالتهاب في جدار الرحم وهذا large than expected for بسبار تم دي اليوترس بيكون كبير أكبر من اللي هو احنا قلنا كل يوم بنزل سانتي أو فنقر نقول واحد ونص لاثنين سانتي أو فنقر إذا ما نزل هيك اليوترس بيكون كبير إذا ما نزل بهذا المستوى اللوشا ممكن تكون بريفوز ريحتها عاطلة ويكون فيه دم كثير ودقيلة بريفوز يعني كثيرة وفاول زملينج ريحتها فوحة وعاطلة ممكن تكون مع الاندومترايتس يكون مصاحب لها اللي هو الرعشات وحرارة عالية أنوركسيا اللي هو سدة النفس وجنرال ماليز اللي هو إرهاق عام الثرمبوفلبيتس طبعا اللي هي الانفلاميشن الثرمبوفلبيتس اللي هو عبارة عن انفلاميشن للفينس وال مع اللي هو جود اكلوت فرميشن وهذي طبعا لازم تعالج بالمستشفى مش بالبيت السب انفليوشن لليوترس اللي هو انه مايرجعش للنورمال بزشن قولنا مايرجعش للنورمال بزشن لليوترس اللي هو أسباب حنحكي عنهم البسبارتم أو سايكوسوشال سايكولوجيكال كومبليكيشن في عنا ديبريشن وبلوز وفي سايكوسيس هنحكي عنهم باخر سلايد في عنا كومبليكيشن خطير جدا 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 وهو المسبب الأول وفيات السيدات في الولادة اللي هو البسبارتم هوميرج البسبارتم هوميرج اللي هو نزيف ما بعد الولادة ونزيف ما بعد الولادة هو بعد تبرو نزيف يعني الست بتوقع دم لعند خمسمية ملي إذا كانت والدي نورمال أو ألف إذا كانت وادلة إذا أكثر منها فقدت دم فهي معناته في خشات في بسبارتم هوميرج هذا من الكومبليكيشن الخطير اللي إحنا لازم ننتبه إله أنواعه في عندي إيرلي بسبارتم هوميرج وليت بسبارتم هوميرج إيرلي اللي هو النزيف اللي بصير عندي أول 24 ساعة من الولادة من بعد الولادة الليت اللي هو بصير من 12 ستة لا 12 أسبوع وهذا إله أسباب وهذا إله أسباب الأسباب اللي هي ممكن تكون الفورتيز اللي حكينا عنهم إذا تتذكر في آخر محاضرة اللي هي التون تاعت اليوترس 70% إنه اليوترس بيفقد الكونتراكتيليتي تبعده ببطل قادر يعمل كونتراكشن فإذا بطل قادر يعمل كونتراكشن إذا بتتذكر وقلت لكم إنه الكونتراكشن بيعملوا اليوترس فبسكر البلود فيزلز اللي كانت فاتحة من مع الام اللي هي بتعتمث اللي بلاسنتا إذا ما كان كونتراكتد فالرحم رح يكون ريلاكس فرح يظلوا البلود فيزلز رح يظلها فاتحة فبالتالي رح يظل الام تنزف منهم التروما اللي هي أي إصابات زي اللي هو إذا تمزق تصير تمزقات الام وقلت لكم إحنا بنعمل بزيتما عشان نمنع التمزقات لكن هذا قد لا يمنع ممكن يكون البيب كبير أو تعسرت في الولادة وصار في عندي دستوشا أو شغلات كثير ممكن تؤدي أنه يصير تدخل في الولادة بأجهزة زي الفاكم اللي هو الشفت فبالتالي بصير في عندي تمزق عند السيت بليدنج وهذا يمثل 20% من اللي هو سباب البيدنج اللي هو الترومة أو هيمتومة اللي هو الهيمتومة بلد تحت الجلد بصير عند في الأماكن اللي هو طريق الولادي اللي بيكون انفيرجن أو رابتشار الربتشار اللي هو يعني أنه يصير في عندي ينفجر الرحم أو اللي هو الانفيرجن للرحم أنه الرحم ينقلب يعني مع المرات بيكون في عندي البلاسين تلازق كتير فبسحبوها لما بيسحب الخلاصة أو المشيمة بنقول عنها بسحبها ووسحبها بيقلب الرحم بيصير الان اوت يعني بينقلب الرحم وبطلع لبرة هذا بسبب شك عند الست وهو نوع من أنواع الترومة ممكن يعمل عندها بليدنج و يكون سفير البليدنج الثالث اللي تيشوز تيشوز يعني أنه يكون 10% منها أنه يكون ريتين تيشو أو انفاسف بلاسينتا وحنحكي عن الانفاسف بلاسينتا ريتين تيشو أنه بعض الأنسج ترجع أو كل البلاسينتا تضلها ملازقة ما تطلعش من جدار الرحم رابع تيز اللي هي الثرومباس أو الكواجوليشن بصير عندي DIC Disseminated Intravascular Coagulation وهذه أخدتوها بالميديكال Uterine Atony اللي هي لو حكينا على الأتوني اللي هو أنه الرحم يكون relax يبط الكونتراكت ما فيش أي contraction وهذا بسريع البليدن من الendomaterial arteries بريد supposing factors اللي هي ليش بصير عندنا يتراين أتوني المسببات أنه overdistended للوترس ممكن الover distension يكون من multiple gestation يعني أكتر من baby أو large infant أو hydrominus bully hydrominus يكون في عندي مية كثير على البي أو يكون في عندي مسبب prolonged labor الطويل للولادة الcontraction اللي هي that were excessive vigorous بتكون resulting in precipitated labor يعني تكون الcontraction تكون vigorous كثير شديدة ورا بعض من الولادة السريعة فاكرين لما حكيت لكم على الولادة السريعة قلت لكم أنها خطرها خطرها أنه على البي وعلى الأم أنها بتعمل عند bleeding عند الام labor that was induced كمان or augmented with oxytocin يعني إحنا نعمل induction لل labor بس إحنا وإحنا منعمل induction لل labor ممكن ما ناخدش حدياتنا ونأتي oxytocin كثير فيعمل عنا اللي هو uterine atony يعني بدل ما يعمل contraction يعمل اللي هو العكس يصير عنا uterine atony مساج أحسه لل uterus كمان signs excessive locha bleeding لأنه especially if it is bright red اللون أحمر نزيف يعني excessive clot expel ممكن كمان مع النزيف لهو clot formation يصير ينزل ممكن البلد clot تنزل أثناء المساج لل uterus أو بدون المساج لحال ها سير تنزل المانجمين تاع البسبار تم هم رجح حكينا عنه قبل هيك الفاربا كوتيكل حكينا الاكسيتوسن منعتيها اكسيتوسن اي ام أو اي في انترا فينس بس ايش يكون دليوت دماء اللي هو سالين منعمل مساج لليوترس قد ما قدرنا علشان نعترض البلاد كلوت وما بنعملش بوشنج لليوترس نضغط الليوترس لانه بنخاف وإحنا عاملين بوشنج الليوترس طري لانه اتوني فهو طري فبنخاف انه نطلع الليوترس لبرا نقلبه بدل ما احنا نوقف البليدنج نزود البليدنج لا ونعمل هكم شوك من اللي هو من القلم بنفضل البلادر جدا جدا مهم تفضاية البلادر لانه ممكن بكون سبب الليوتران اتوني اللي هو دستند بلادر وبنعطي مثل جين كومان سكن دراج يعني ثاني تشويس بعد الاكسيتوسين وسايتو تيك كمان بنعطي اورالي او سبلينج والبرستين ممكن ينعطى اي ام هاي البيديكيشن حسب البريتوكول تاع المستشفى بنعطي لانه كل بلد اللي ها بريتوكول بتتعامل معه حسب البريتوكول بيطبقوا للبستبار ازا ما زباط ممكن نعمل باي مانيوال كومبريشن زي ما انتو شايفين بالصورة بنحط وان هاند في الفاجاينا والايد التانية على اليوترس من الابدومن وبنضغط بنضغط بيدين التين بنحاول كأننا بنعمل برشر على اليوترس عشان نحاول نعمل ستوب بليدين او ممكن نحط طبعا بلون بس مش البلون تعالى العادي لأ البلون عشان انو بننفخه جوات اليوترس وهذا البلون بيعمل بيعمل برشر على اليوترس فزي بيعمل كومبريشن يعني زي ما انو تنزفه وتحط ايدك على النزيف فهاي بنعمل نفس الاشي او بنعمل باكين لليوترس انو نحط حشوات فيه برضو نفس الاشي كأنها بنعمل كومبريشن او بنعمل لابراتومي لابراتومي انو عملية استكشاف تشوف من ايش هذا من ليش مش راضي يوقف النزيف ممكن نعمل اللي هو ربط الهايبوكاسترك ارتري اللي بيغذي اليوترس فهاي الحالات مش كتير افكتف اذا اذا ما صارش اي افكتف من الاشياء اللي فاتت ممكن نعمل اللي هو يعني كلاستي تشويس اللي هو انو نربط الوريد اللي بودي على اللي هو الرحم واخر تشويس ممكن نلجأ لها انو نعمل استقصال للرحم اللي هي هستروكتمي ودائما اللي هي تسيف لايف انو بنعمل اذا ما قدرناش نتحكم بالبليدنج ولا اي اجراء منع البليدنج بنروح نعملين هستروكتمي السبب الثاني لا البصبر تم همرج لتراوما لتراوما وقلنا لتراوما اللي هي اي اصابة للفاجاينا او السيرفيكس او البريني الاسيريشن او هيماتومة علاجها طبعا اي تراوما ريبير نعملها ريبير انو نربطها او نخيطها بالسوتشورينج بدنا نشوف ها طبعا علشان انا اشوفها لانو الست كثير بيكون متقلم وفي عند بليدي فلازم انشوف اندار جنرال انستيزيا جماعة بنعمل استكشاف اندار جنرال انستيزيا في غرفة العمليات عشان لو احتاجت انترفيرنس وكون الليسيريشن خاش لواصل للرحم نقدر نفتح ونسكر براحتنا وكمان نقدر نسكر براحتنا نغيط لانو كثير بيكون بينفل فالانستيزا بتعمل رلاكسيشن لها طبعا ومش هتحس بالقلم لو كان في عندي هيماتومة بفتح الهيماتومة وبنتنعملها افكيواشن بنشيل الهيماتومة طبعا هذا كله ديبال وشغل الطبيب احنا بنكون السيسم بس عشان نعرف اللي هو البروسيس ايش اللي بيصير وبعدا بنعمل التشو قلنا اذا ريتان التشو اذا ريتان التشو بنعمل يامان يوال افكيواشن دي انتسي ممكن نعمل دي انتسي احنا اردي في عنده هو واسم اتوسع بنعمل افكيواشن انت كوريتاج اي انت سي افكيواشن انت كوريتاج بنسميها يعني بيعمل تفريغ الرحم من الريميند تشو من الانسجة اللي ضلت سواء من برين او بلاسينتا لكن لو كانت كل البلاسينتا لازقة هذا الكلام اذا كانت البلاسينتا فيلر انها تنزل خلال 30 منت لكن لو كانت البلاسينتا كلها لازقة وما نزلتش معانا بالمرة بعد دس ساعة من اللي هو المفروض انها تنزل فيه فبكون احد الاسباب الاتية بنسميها بلاسينتا اكريتا او انكريتا او بركريتا وهذه اللي فيلات يعني المستوى الاول اللي هي البلاسينتا اكريتا وزي ما قلنا لكم البلاسينتا بتكون غارزة بجدار الرحم بالاندوماتريام لكن في هان الهان بتكون مرات واصلة لسبب ما ممكن يكون عندي ست كاين انفكشن او مش ماتيور الاندوماتريام او خسائر عندها او عامل عملية سيزيرين كابل هيك وجدار الرحم مش الهيلينج تبعه مش مزبوط فبالتالي بتكون البلاسينتا بدل ما غارزت في الاندوماتريام وصلت غرزها لوان ادهيرانس يعني صارت جنب المايوماتريام فاكرين طبقات الرحم لما قلت لكم انه في عنا المايوماتريام والاندوماتريام والاندوماتريام المايوماتريام اللي هو العضلي الجزء العضلي من الرحم بتكون وصلة له بنسميها اكريتا هانا ممكن نعملها كريتاج ولبلسنتا وننزلها وتولي الطبيعي الانكريتا بتكون خاشة في جدار العضل تعال الرحم أما البريكريتا فبتكون خاشة في الجدار العضلة وطالعة منه لبره في البطن جوه هذول التنتين بيفضل أن العمل لهم هستروكتومي هستروكتومي ينشال الرحم كله يستقصر الرحم ب اللي هو البلاسنتا أما البريكريتا هذه أندر جي اي لازم تنشال أندر جي اي المانيو ينشال الرحم أندر جي اي يعني تحت بنج كامل طيب الثرومبين أو الكواغوليشن أو كواغولوباثيز اللي هي زي DIC أو المشاكل اللي بيصير فيه عندي في البست بارتم هومرج اللي ناتج عن مشاكل في الدم هنا ممكن يكون بعد البريكلمسيا أو إذا صار عندي الست أنتي بارتم هومرج أو إذا صار عندي الست ماسف بست بارتم هومرج ممكن مع الماسف بست بارتم هومرج يتحول لDIC الإشي أو إذا كان عندها صار أمنوتك فلود إمبولاس اللي هي الإمبولزم من الأمنوتك فلود يعني جزء من الأمنوتك فلود خش على البلد سيركوليشن أو يصور عندها أو كان عندها إنترا يتراين ديث كمان أو سبسز هادي كلها بتأدي إلى مشاكل في البلد عند الست المانج منتباهها بدنا نعمل إفاليواشن لالكواجلشن استيتاس تاحا ونعمل بلايسنج بي اللي هو اللي هو اللي بلد كمبونني ممكن نعطيها fresh blood وممكن نعطيها platelet او اللي هو coagulation factor 5 او 7 هالعلاج نيجي الى اللي هو المشكلة اللي بيصير اللي هو نفسية لل postpartum complication اللي هو postpartum psychosis او postpartum depression في عندي شنطين مهمين نيجي الاول اشي في عندي حاجة بنسميها postpartum اللي هي blues بيصير طبعا عند الست تغييرات نفسية بعد الولادة من اللي هو التغييرات الهرمونية من اللي lack of sleep نامش منيح السرسكة بدها تتعامل مع البيبي مع العيلة مع الكثير تغييرات بيصير على الست هاي تغييرات بتدخل الست في تغييرات نفسية بنسميها postpartum blues هيك اسمها وهي بتكون عبارة عن زي تغيير في مزاجها يعني ما يشبه الاكتئاب الى حد بسيط جدا يعني فيه ستات تقدر على حالها ومع العيلة ومع ومع الصبورت اللي بتشوفه عادي بتعدي بتصيرش اشي بس بتكون الست بتفكر بتعبه وإرهاقه وتعبانه ونفسيتها تعبانه زي هيك هاد في اول بيصير في هذا البلوز بيصير في اول اسابيع من البص بارتا يعني من مرحلة ما بعد الولادة اول اسابيع بيقعد ايام يعني ثلاث اربعة ايام وبروح لحاله بدون اي ميديكال انترفنشن بجرد انه عملها صبورت الست من العيلة وراحت الوجع تبع الولادة وبدأت تردع وصار بيصير الست بترجع الى النورمال تبعها ايه سمول برسنتج من هدول الستات ستة ونص لاثناشة وتسعة في المية منهم بيصير ايه ميجور دس أوردر بتتحول الى ميجور دس أوردر هاي البرفاوند افكت ان ذير ابلتي تكير بيأثر على مقدرتها على الرعاية بنفسها وبالطفل تبعها وممكن توصل بعض منهم ايه نوعين بيصير بيصير في عندي بوسبارتام ديبرشن وبوسبارتام سيكوسيز البرامري رول اهمية البرينيتال كير او الانتينيتال كير اللي احنا بنعملها انه نعرف الستات هادي اللي ممكن تنصاب بهاي الاشياء ونحاول انها نمنع او نهيئها نفسيا انه هذا الاشي لو صار عندك لو مين تروحي لانه في بعض السيدات ممكن تقذي نفسها وتقذي طفلها يعني ممكن تقتل نفسها وتقتل طفلها خلينا نحكي على الشغلتين بسبارتام ديبرشن وهو يعتبر موت ديبرشن يعني تغيير في الموت في المزاج بسبارتام ديبرشن ممكن الست تخش في اكتئاب شديد اما ما بين البلوز والديبرشن او البسبارتام ديبرشن انه هال الديبرشن البلوز اكتئاب خفيف يعني طفيف بروح لحاله اما ديبرشن ممكن تكون الست مش سيف لا لابنها ولا لحالها يعني تكون مس سيف ومتعرفش تعمل الكير تهمل الكير للبيبي وتهمل الكير بنفسها وما تاكلش وما تشربش بتخش بديبرشن يعني العلاج هانا بتحتاج انه اذا اخذت تريت من تمنيح بتحتاج انه جلسات علاج نفسية وبتحتاج انه تاخذ علاج وبتحتاج فلو قاب وبتتعلج وبتطيب منها لكن البسبارتام ديبرشن او البسبارتام سيكوسيز هانا سيريس بروبلم مور ذان البسبارتام ديبرشن الست بتخش فيه مو ديس اردر اكتر وسيريس ورير لكن مع انه سيريس الا انه رير بصير فيه ما بين من واحد الى اتنين ومان من كل الف ست يعني من كل الف ست واحدة او تنتين بصير عندهم السيكوسيز بقعد عن طفلها لانها ممكن تأذي نفسها وتأذي طفلها السيت في البسبارتام سيكوسيز ليش بصير عندهم لانه هذه السيت عندها اصلا بايبولار ديس اردر بايبولار ديس اردر بنقول عنه ثنائية القطب اللي هي بيكون عندها مانيا ودبريشن السيت بيصير عندها مانيا ودبريشن هذا الدزيز عندهم او العيلي عندها هذا الدزيز والسيت هادي ما باين عندها بيبدأ يباين عندها assessment funding السيت هادي بيكون بيبدأ يصير فيه عندها delusion وparanoia وهلوسانيشن واللي هي delusion اللي هو هلوسات مرئية والهلوسانيشن هلوسات سماعية والبرانوية اللي هي بتبدأ تخش فيه حالة اللي هو فوعان بنسميها بيصير في عندها mood swing mood swing بتغير مزاجها ممكن تصير عندها extreme agitation فوق خالص خالص وممكن تخش في severe depression يعني السيت ويؤثر على التفكير تباحها بيتغير الbelief تباحها لانها ممكن تحس السيت انها هي خطر على ابنها او ابنها خطر عليها وممكن تؤدي الى انه لازم يموتوا يعني medical and psychiatric management evaluation لازم بالhospital السيت هادي لازم تخضع على علاج antidepressant و antipsychotherapy الاكشن تبعنا احنا لازم نعمل review الprenatal record اذا عندها اي نوع من انواع البايبولار او family history of bipolar disorder او صار عندها psychosis او صار عندها depression قبل هيك لازم هاي السيت انها تنحط under observation بعد الولادة او نعلم او نعلم الست بالعلامات اللي بتبدأ بالpost part of psychosis على اساس انه ممكن تبدأ بالبودسونج انه تغير مزاجها الهلوسانيشن او البليف انه تؤمن ان هاي ضرر هي وابنها او فبالتالي او ممكن نبهها على هاي العلامات انه تتجنبها او تلجأ الى يعني الى مساعدة من اي احد حواليها او ممكن نبهه الاهل كمان لانه الاهل لهم دور خاصة في مجتمعاتنا العربية لانه بيكونوا حوالينها انه هذا الاشي ممكن يصير مع الام مش ينتخدوها او يتجنبوها او ما يساعدوهاش لا انه الام بتحتاج مساعدة في هيك مرحلة هيك بنكون خلصنا محاضرة اللي هو بس بارتام همريج